إذن بدرس السابق تعلمنا كيفية العمل على وظائف تشتغل عندك في الخلفية بطبيعة الحال هذا الشي ضروري جداً يعني البيانات اللي عرضناها هي بيانات قليلة لكن لما تكون عندك بيانات جداً كبيرة فهذا رح يبدي يستغرق وقت من عندك فهذه أمور مهمة لازم أنه تأخذها بنظر الاحتبار بنسبة الوظائف اللي تأخذ من عندك تايم بطبيعة الحال كانت عندنا مشكلة جداً بسيطة أول هي ليست بمشكلة الأولى الأولى لازم أنه هذا الإجراء باحتباره حساس فالمفروض أنه تأخذه داخل result يعني هنا لو تجي هنا على عملية الحذف فرح تجد أنه هذا يمكن أن تأخذه بهذا الشكل كترالسي حتى نبدأ نستفاد من عنده بشكل سريع وترجع هنا على عملية التنظيف وتضعها pass وتقلت تقوم بغلقة تقوم بغلقة ثم على ذلك تقوم بوضع الكود الخاص فيك داخل ال yes أوكي طبعاً هنا تقوم بتغيير الرسالة بطبيعة الحالة لا يمكن استرجاع البيانات أوكي كل شيء تماماً بالنسبة للوظيفة الثانية اللي إحنا عملناها اللي هي هذه الخاصة في ال payment clear data هذه الوظيفة لم تعمل مثل ما شفيتها الآن ما عمل إنه تغيير على البيانات طبعاً قبل ذلك تحتاج إنه أنت تقوم بتحديث البيانات مثل ما تعرف إنه عملية تحديث البيانات إحنا عملنا وظائف خاصة في عملية تحديث البيانات بطبيعة الحال فيمكن إنه نستدعيها الآن بشكل مباشر هنا فنقل هنا payment data or load payment data load payment data والثاني اللي هي load debit data هذه الوظيفة لعملية التحديث الآن نرجع للمشكلة اللي هي صادفتنا إحنا طبعاً في كود مالتنا هذا هو ID أخدناها بطريقة الاحتيادية هذا عملية initiate للdatabase هذه الليستة الخاصة في الpayment suppliers واللي في الأساس ليست payment supplier هذه هي المشكلة طبعاً نعم payment suppliers أخدنا الID الخاص فيها ثم على ذلك عملنا for loop عليها اللي الحد الخاص فيها وهنا مثل ما تعرف هذا في الأساس هو initiate من tb payments هذا يعني معرفينا على أساس يكون عندك payment supplier ثم على ذلك من payment supplier where id equal to id dot first or default ثم على ذلك نبدأ نجرى عملية الحادث عليه هذا هو الخطأ مثل ما تلاحظة الآن أمامك فقط نقوم بتغييره هنا إلى tb payment أوكي so good الآن خلينا نعمل start ونشوف هذا الكلام دي يتطبق عندنا أو لا مثل ما قلت لك الآن دي يشتغل عندنا بسرعة كبيرة باحتبار ما عندنا بيانات ولكن لما تكون عندك بيانات داخل قاعدة البيانات تحتاج أنه يكون عندك سيني كرونس بطبيعة الحال لو تعمل تنظيف طبعاً راح يبدأ يعمل لك تنظيف بشكل كامل تم تنظيف السجل وعمل تحديث بالنسبة إلى البيانات ورجح هذا السجل الموردي طبعاً خلينا نضيف بيانات الآن مثل ما تلاحظ قمت بإضافة بعض البيانات بشكل مباشر فالآن المفروض أن نقوم بتجربة عملية تنظيف السجل فنقل له هنا لنتم تكن لا يمكن نصدر أوكي تمام نقل له نوع طبعاً ما يقوم بإجراء أي شيء كل شيء تمام نقل له yes ثم تلاحظ درجة الانتظار بينما أوكي تم تنظيف السجل بنجاح المفروض يحدث وكل شيء عندنا تمام